هنتكلم النهاردة عن الكوليسترول وهل اطعمة دهنية هي سبب ارتفاع مستوى الكوليسترول وإيه العلامات اللي بتدل على ارتفاع الكوليسترول وإيه خطورة ارتفاع الكوليسترول على القلب وضغط الدم قبل ما نبدأ فضلا وليس أمرا اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا تعال نعرف الأول الفرق بين الدهون السلسية والكوليسترول الدهون السلسية بتكون عبارة عن دهون خام وهضم الأكل بيكون أحماض دهنية فالكبد بياخد الدهون دي ويجمعها عن طريق ربط كل 3 أحماض دهنية مع بعض وعشان كده اسمها الدهون السلسية وبيكون لها وظيفة واحدة وهي حفز الصعرات الحرارية اللي بتكون زايدة عن الحاجة واللي بنستخدمها بعد كده لإنتاج الطاقة والدهون دي بتتخزن في الكبد وتحت الجلد أما الكوليسترول بيكون من منتجات الدهون وبيتم تصنيعه في الكبد لكن بيكون لها أهمية أكبر من الدهون السلسية في الجسم وهم وظيفة للكوليسترول بتكون بناء غشاء الخلية غير إن الكوليسترول بيكون قاعدة لصناعة الهرمونات وكمان الفيتامينات زي فيتامين دي عشان كده جسمنا بيصنع 85% من الكوليسترول اللي بيحتاجه في الكبد والباقي بياخده عن طريق الأكل اللي بناكله بس بكمية قليلة تعال بقى نشوف اللي بيرفع مستوى كوليسترول الدم هل الأكل اللي فيه كوليسترول هو اللي بيرفع نسبة الكوليسترول في الدم طبعا ده كلام غير صحيح لإن الكبد بينظم كمية كوليسترول الدم بأحكام بحيث إنه ميزيتش عن 200 ميلي جرام لكل ديسليتر عن طريق التحكم في إنتاجه بمعنى إن الأكل لما يكون فيه كمية كوليسترول عالية جسمنا بيقلل إنتاج الكوليسترول والعكس صحيح المال إيه اللي بيزود كوليسترول الدم ارتفاع كوليسترول الدم حالة طبية اسمها هايبر كوليستروليميا وبتحصل بسبب عدة عوامل واحد طارس طفرات جينية والطفرات دي بتصعب على جسمك إنه يشولب كوليسترول من الدم أو يكسره في الكبد وده كان العامل الجيني نيجي بقى للعامل البشري وبيكون بسبب كسرة استيلاك السعرات الحرارية اللي بتيجي من تناول الدهون والكربوهايدرات سرعة التسكر وده بيخلي جسمنا يخزن كمية كبيرة من السعرات الزيادة فيحصل خلال في الغضة الدركية والبنكرياس ويحصل تشاحهم الكبد لأن السعرات الحرارية الزيادة بتتخزن على شكل دهون سلاسية في الكبد زي ما قلت قبل كده وتشاحهم الكبد هو السبب في فشل التحكم في كميات الكوليسترول وده بيسبب ارتفاع حساسية الخلايا ضد الكوليسترول فيحصل ارتفاع الكوليسترول والإصابة بالأمراض زي ارتفاع ضغط الدم والسكر وكسرة الغضة الدركية والفشل الكلوي والجلطات عفونا الله وإياكم نيجي بقى نشوف إيه العلامات اللي بتدول على ارتفاع الكوليسترول خفقان القلب بدون تفسير واضح واغز وتنميل في الأطراف الأورام أو التكايوسات الشحمية ضعف النظر وتشكل حلقة رمضية حول الكزحية نتوءات على الجفون كلة الشهية والوزن الزائد التعب والإنفعالات المفرطة تعالى بقى نشوف إيه هو علاج ارتفاع كوليسترول الدم هيكون عن طريق تليل استعلاك النشويات والكربوهيدرات والسكر عشان بتتحول لدهون وتتراكم في الكب وده كان كل حاجة في حلقة النهاردة لو وصلت للآخر ما تنساش تشترك في القناة وما تبخلش علينا باللايك